من اسطنبول انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طاها عودة مرحبا بك أستاذ طاها إذن كيف ترى بأن أنقارا تستطيع أن تحافظ على التوازن بين عضويتها في النيتو وفي نفس الوقت علاقتها بروسيا هو أمر حقيقة في غاية الصعوبة للتناقض بين الموقفين والعداء بين الطرفين وما إلى ذلك كيف تستطيع تركيا لعب هذا الدور تصور أعتقد تركيا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية هي اتخذت موقف متزن للغاية ومسك العصر من أمونتصر فيما يتعلق بهذه الأزمة وأيضا هناك لعبت دور آخر في حبوب حققت اختراق وكانت هذه أنقذت المنطقة والعالم بأسره من أزمة غذائية بشعة خلال الفترة الأخيرة الماضية الحديث يدور عن تمديد هذه الاتفاقية خلال أيام القليلة المقبلة لذا أنقارا تحاول وتقول دائما فهي نعم هي عضو في حلف الناتو ولكن أن تقف ضد روسيا سيكون لها تأثير وتدعيات سلبية على وضع الاقتصاد بالدرجة الأولى وعلى علاقاتها الإقليمية والدولية وقفا تتحدث عن أن العلاقة التركية والروسية حاليا هي متنقلة في عدد كثير من الساحات على رأسها المنف السوري والساحة السورية وأيضا هناك في ليبيا هناك في كراباك وأيضا هناك علاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية ما بين الطرفين لذا حاليا أنقارا كما تتبعنا خلال أيام الأخيرة أو الأشواء الأخيرة الماضية هي رفضت فرض عقوبات على روسيا اتخذت الموقف وهو الموقف الحيادي والوساطة الروسية الأوكرانية وهذا ما تتبعناه خلال الساعة الأخيرة الماضية كان الرئيس الأوكراني زار إسطنبول هنا في الأمس وتم الحديث عن عرض أو مقترح تركيا للوساطة من جديد ما بين روسيا وتركيا خاصة أن رئيس أردوغان أعلن أيضا بأن هناك زيارة مرتخبة للرئيس الروسي إلى تركيا الشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر